جوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان مصيبة عظيمة جدا ودخل إلى القلوب قلوب المؤمنين النقية دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة وكانت قلوبا نقية كانت قلوبا نقية فلوثها الجوال شيء عجب خاصة الجوالات التي تسمى الذكية والذكاء بدون ذكاء يعد بلاء الذكاء بدون ذكاء يعد بلاء وما ضرع الإنسان الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن عنده ذكاء يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه وما ضرع عليه وهذه الأجهزة ما فيها من لوث لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين قليل الإيمان قليل الطاعة والعبادة قليل العلم فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملئا بأشياء خطيرة جدا فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء بالله عليكم أخبروني كم هي النكتة السوداء التي أدخلت هذه الجوالات إلى القلوب كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم النكتة السوداء كلما زاد زادت كم هي النكتة التي دخلها دخلت هذه الأجهزة ببرامجها من نكتة السوداء على كثير من القلوب بعض الناس ليس فقط نكتة السوداء بعضهم تحول من الدين ارتد بسبب الجوالات وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام إلى متى الإنسان ينساق مع وراء برامجها المعطبة المهلكة فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا يحول بينه وبين ما فيها من المهالك ويتق الله سبحانه وتعالى ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل به إلى وتفضي به إلى الهلكة والعياذ بالله وينبغي أن ينتبه في هذا المقام وهذا نؤكد عليه أن الجوال والنظر فيه والسماع لما فيه جزء من عملك الذي ستلقى الله به جزء من عملك الذي ستلقى الله سبحانه وتعالى به فانظر يا عبد الله ماذا تسمع وماذا ترى فإن الله عز وجل سيسألك عن ذلك فهو جزء من عملك الذي ستلقى الله به فكن محاسبا لنفسك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما